عقد وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر المناخ كوب 27 اجتماعا موسعا مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي والوفد المرافق لها وذلك على هامشي قمة المناخ بشارون الشيخ أكد شكري خلال الاجتماع على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة والتعاون المتميز الذي يجمعهما في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين كما أشار وزير الخارجية على حرص الرئاسة المصرية لكوب 27 على الاستماع لوجهات نظر مختلفة حول موضوعات أجندة المؤتمر وتقريب وجهات النظر لتحقيق الطموحات والأمال المنشودة من جانبها أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي على الاهتمام الذي توليه الولايات المتحدة لعلاقتها الممتدة مع مصر وما يجمعهما من تعاون وتنصيق مشترك في إطار تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية هذا وتضمن اللقاء نقاشا حول موضوعات المياه وقضية سد النهضة حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المتعددة للدولة المصرية في مجال الحفاظ على مواردها المائية مشددا على الموقف المصري الداعي للتوصل للاتفاق قانوني ملزم حول قواعد وملء تشغيل السد يحفظ مصالح الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان